الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم طيب عندنا شيء يا استغراء عليكم شيخنا ما احكم الا الانحناء الذي يكون للتحية او للشكر او للاحترام التقدير ايه مثل برني شو يعني اللي هو شيخنا السائد مثلا اللي هو مثلا الذي يصعد لقاب الناس او يريد شكره والله انا ارى ان هذا الانحناء يعتبر حراما سواء كان انحناء كاملا او انحناء جزئيا سواء كان الانحناء المطلق كانحناء الانساني في الركوع او مطلق الانحناء كانحناء الرأس فقط او ثني الظهر قليلا حتى وان لم يصل الى مرتبة الكامل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل احدنا يلقى اخاه وانحن الله وقال ايش لا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم وليسدي ذرائع التعظيم المفضي بالانسان الى ما لا تحمد عقباه عقيدة لكن ليس به تعظيم يوجه غير الى عز وجل في ذاته محرم اما اصالة اذا كان يصاحبه تعظيم او سدا للذريعة لكن في ذاته اذا لم يكن صاحبه تعظيم فيكون منعه سدا للذريعة واذا كان صاحبه تعظيم فيكون منعه اصالة فهمت مجاملة او مقتنعة فهمت مقتنعة لان الانحناء في ذاته محرم ان صاحبه تعظيم فيكون منعه منعه اصالة وان لم يصاحبه تعظيم فيكون منعه منعه سد ذريعة مثل الكتاب على القبر بعض الناس يقول ان اكتب تاريخ ان يقول ان كنت تكتبه تعظيما فهذا ممنوع وان كنت لا تكتبه تعظيم فهو ممنوع من باب سد الذراء فكل دليل ثبت فيه النهي فقد يكون منعه منع اصالة اذا صاحبته العل ويكون منعه منع سد ذراء اذا لم تصاحبه علته يعني مثلا من تشبه بقوم فهم منهم ما علته حتى لا يكون الانسان متوائما معهم في الباطن فان المشابهة في الهدي الظاهر توجب مواءمة وموافقة في الهدي الباطن تبقى الواحدة نتشبه بس يعني ما في قلبي الا بغضهم فان كان في قلبك حبا لكم فهذا تشبه مبني على اعتقاد باطني فهو محرم تحريم اصالة وان كان قلبك لا يزال خاليا فنسده حتى لا يكون فيه يوم من ايام كذلكم ابدا كل نهي انثبت لعلة فان كانت العلة متحققة فهو منهي عنه لثبوت علته واما يأتينا الانسان يقول الله العلة ليست فيني يقول ممنوع منع سد ذراء مثل واحد ان سألناه يوم سألني يوم من الايام عن الوضوع من لحم الاب قال ما علته قال تعبدي قال يعني كيف تعبدي قال يعني مثل الصلاة اربع الصلاة ثلاث انتين مش علة قالي قال لا انا ما ذكر علة ابدا انا بيقطع النقاش انا بيقطع النقاش نعم الرجل عام انا بيقطع النقاش لكن الا حد قلت اشو كش علتها يلهاب القوة الشيطاني هو يريد هذا حتى يزكي نفسه ان العلة غير موجودة فيه ايه ولذلك سأعطيكم فائدة من اعظم الفوائد وهي ان الاحكام الشرعية تربط بعللها لا بالحكمة منها تربط بعلتها لا بحكمتها وليا فيها رسالة مختصرة الاحكام الشرعية تربط بعللها لا بالحكمة منها مثلا علة الحكم هي التي من اجلها من اجلها من اجلها قرر الحكم طيب والحكمة هي الغاية والثمر من الحكم ايش العلة هي مناط الحكم والحكمة هي ثمرة الحكم الناس يربطون الاحكام بثمراتها وينسون ايه والقاعدة تقول الاحكام الشرعية تربط بماذا بعللها لا بثمراتها يعني مثلا اضرب لكم امثلة مختصرة من باب التوضيح المحرم في السفر بالنسبة للمرأة علة وجوب المحرم هو كونها سافرت اذا العلة سفر طيب الحكمة منه حفظها ورعايته طيب هل كل امرأة في السفر تحتاج إلى الحفظ ورعاية يكفي بعض الحريب بطلة تراعي لها عشرة رجاج ان بعض النساء تقول انا لا احتاج او ان السفر امن فاذا هي تعلل فوات الحكم بفوات حكمته في حقها مع ان السفر الذي هو مناط الحكم موجود ما فهمتم هذا مثال اخر انسان يرى انه اذا سافر ولم يشق عليه سفره انه لا يحتاج لانه يصلي ركعته فلما في مشكلة السفر الحمد لله امن ومطمئن وهدي فهو يعلل بفوات الاحكام فوات المشقة طيب المشقة علة ولا حكمة حكمة العلة ما هي السفر فما دم تمسافر ان فقصر شقة او لم يشق ما دمت مسافرا فيجوز لك الافطار شقة او لم يشق هل الافضل ان تفطر او لا هذا لهم كلام اخر لكن اصل الجواز جائز مثل الجمع متى ما سافرت يجوز لك الجمع هل الافضل الجمع او لا هذا لو قاعدة اخرى فتقصر فكثير من الناس لا يعلق الحكمة بمناطه وانما يعلق الحكمة بحكمته فيرى انه متى ما فاتت الحكمة ها فات بفواتها الحكم والحكم يناطب بعلته وجودا وعدما ولا بحكمته وثمرته وجودا وعدما هذا الآن الشارع اوجب الوضوء من شرب ما يسمى لبن اعفوا من اكل ما يسمى لحم جزور فما دمت اكلت لحم جزور فقد وجدت العل طيب الثمرة من هذا الوضوء هيا ذهب القوة الشيطانية لان الغاذي شبيهم بالمغتذا به ولا لا ولذلك حرم علينا اكل النجاسات والخنزير وغيرها لانها تؤثر في اخلاقه والله عز وجل جعل طبائع شيطانية في الابن فلذلك حرمت الصلاة في مباركة لكثرة لأنها محتبا والمكان الذي تحضره الشياطين حضورا دائما تحرم الصلاة فيه وحضورا عارضا تكره الصلاة فيه هذا مكان حضرنا فيه الشيطان حضور عارض فكلها الصلاة فيه لكن حرم الصلاة فيه اعطان الابن لانه حضور دائم في الحجوش حضور دائم فما كان حضور الشياطين فيه دائما فيحرم الصلاة وما كان عرضا فتكره. شيء اللي جاء بهذا اصلا. ايه نعم. فلما عللت له بذلك قال انا هذا من زمان ونناكل لحم ابل الحمد لله ما برحل لا فينا غرور ولا فينا كبر ولا شدة انتقام ولا نالفخل والخيولاء في الفدادين اهل الابل والسكنة في الاخرة. بل فيه قاعدة عند علماء نفس ان الجليس يتأثر بجليسي وان لم يكن من جنسي. فلكثرة مزاولتهم وجلسهم مع الابل اكتسبوا من طبعهم معنا من من جنسهم ولذلك ما فينا بيرعى الابل لان مقام النبوة مقام حلو. وده طائف. ما من حتى اللي سجن من فلادي. يعاشر الاجدار لازم يتأهيل عقبة لا بيطلع ساكت. الاجدار كمع ساكت. فالانسان يتأثر بجليسي وان لم يكن من جنسه. ايش ايش. فهو يقول ان ما في طبيعة. بشي الطبيعة. اللي فاتك ما هو الحكمة. اللي فاتك الحكمة. واما العلة فهي موجودة. مثل المرأة. لما امرت المرأة بالحجاب? سد لذريعة الفتنة. انتبه. فكونها امرأة وجب الحجاب. بالغة. مجرد كونها امرأة وبالغة وجب الحجاب. وجدت العلة. لكن سد لذريعة الفتنة. هاكم. شفتك ايه? فالناس الان يعللون بفوات الحجاب لفوات الفتنة. او لشدة الانظمة وقوتها وصرامتها فيه. خواني التحرش. هذا خطأ. والمشكلة انه ما يجدون من يفتونهم بمذل ذلك. اسأل الله لا نكون منهم يوما من الان. اسأل الله ان يقبض ارواحنا قبل ان نقول ما يسويغ للناس الحرام. فهذا خطأ تأصيبي. وهو ربط الاحكام بحكمتها. فرقت بين الحكم والعلام? هذا هو. الان امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نريق الخليطين بعد ثلاثة ليال ولا لا? لانه ما كان فيه مواد حافظة تحفظ يعني سابقة. فاذا خلطت التمر بالتفاح. اه البرتقال بالموز. خليطين. غالب الخليطين يسرع لها الفساد. فكان مسلم ينبذ له في الماء. فيشربه الليل اليوم. كذا. الى جاليوم. ليلة اليوم الثالث. اما ان يسقياه الدابة ولا يهرق. هل يتخمر في الليلة الثالثة? قد ربما يجلس بحسب الظروف الجوية وبرودتها. هاي شهر ما يتخمر. وقد احيانا يتخمر في فيه. فلذلك لا ما تربط. وانما تربط بمجرد الايام ثلاثة ايام. او يومين والليلة. لا تنظر بعد ذلك هل هو تخمر او لم يتخمر. هذا الذي ادين الله عز وجل به. فالي جاب هذا الكلام هو. مش اللي جاب هذا الكلام. ماذا تقول انت. ماذا كان سؤالك. والله انه ذهني مشكول بشي. ها. سألت حسنا عليكم على الانحناء ثم. اه فاذا. فقد يقول قائل انا انحني وليس في قلبي. تعظيم. تعظيم. فلقل مجرد مسمى الانحناء. ومحر. فان وافق هذا التحريم اعتقادا. فيكون تحريمه تحريم اصال الاجتثاث هذه القدارة. وان لم يكن. فللمحافظة القلب عن وجود هذه القدارة. فاما رفع. واما دفع. حسنا عليكم.